موسيقى فلا مجال الآن لتضييع الأوقات سدى وإلا قد يأتي الندم وما أحرى أولياء الأمور أن ينبه أولادهم لاستغلال وقت الصباح وقت الصباح الباكر بعد صلاة الفجر فالحديث الشريف يفيد أن هذه الأمة قد بورك لها في أوقات الصباح الباكر وفي بكورها إذن أولياء الأمور هم المطالبون بتجيع أبنائهم على استغلال هذا الوقت وقت الصحر أعزاء الطلبة قرر التربويون المخضرمون الخبراء مجموعة من الطرق التي تساعدكم على دراستكم وعلى نجاحكم وتفوقكم في الدراسة فهاكم مجموعة من الطرق التي تعينكم في دراستكم بإذن الله الطريقة الأولى هي طريقة الترقيم وتعني أن يحمل الطالب كلم رصاص وعند دراسته يرقم المادة العلمية وفق أرقام دقيقة متسلسلة فهذه الطريقة تساعد على الفهم والحفظ والاستذكار وعلى ربط المادة فترقيم المعلومات أدعى لاسترجاعها وتذكرها كما أنه أدعى لترتيب المعلومات في الذهن ومن ثم استرجاعها ومن الأهمية بمكان أن يضع الطالب أسئلة على كل فكرة من باب السؤال والجواب وهذا يسهل على الطالب أن يحفظ وأن يدرك المادة وأن يعيها كما ينبغي ولا بد أيضا أن يفيد من حواش الكتاب ومن الهوامش ليضع ملحوظات دقيقة تساعده أيضا في فهم المادة حتى يكون مرتبا ومن الأهمية والضرورة أن يفيد من الدلائل الموجودة وقد قرر خبراء التربية أن الدلائل على نوعين دلائل بصرية ودلائل فعلية ومن الأمثلة على الدلائل البصرية تلك الكلمات التي تكتب بخط واضح أو يوضع تحتها خط أو تكتب بخط سميك أو تدون في جداول فهذه دلالة على الأهمية فعلى الطالب أن يركزه على هذه الجداول وعلى هذه المستطيلات والمربعات التي تواجهه في أثناء الدراسة ومن الأمثلة على الدلائل الفعلية عبارات الربط وعبارات المقارنة وعبارات التلخيص فالخلاصة ضرورية ومفيدة فيها كثير من الجوانب التي تفتح آفاق الطالب وتجعله يربط ما بين الخلاصة وبينما درس من مقدمات وبعد طريقة الترقيم هناك طريقة التخيل وهي أن يتخيل الطالب الورقة أمامه ويدرس هذه الورقة كأنها نصب عينيه فما أجمل الطالب حينما يتخيل الورقة ويبدأ بتدوين الإجابات كأنها كتاب مفتوح أمام عينيه ثم طريقة الربط الذهني وتعتمد على ربط المعلومات ببعضها أو بأمور أخرى فبالإمكان تكوين جملة من خلال الربط فمثلا إذا أردنا أن نحفظ كتاب معجم البلدان لياكوت الحموي فبإمكاننا أن نربط هذا الكتاب بالمؤلف بجملة قصيرة سريعة تقول ياكوت حمى معجم البلدان بهذه الطريقة الربط بين المؤلف والكتاب بإمكان الطالب أن يحفظ اسم المؤلف وإذا أردنا أن نعرفه مثلا مخارج الحروف للإظهار الحلقي وهي الهمزة والهاء والعين والغين والحاء والخاء نربطها ربطا دقيقا كيف؟ من خلال نقول الهمزة والهاء تخرج من أقصى الحلق وكلمة أقصى تبدأ بالهمزة إذن الهمزة تخرج من أقصى الربط بالهمزة من خلال الكلمة والهاء والعين والحاء تخرج من وسط الحلق والعين والحاء بلا نقاط وكلمة وسط لا نقاط فيها تتكون من الوا والسين والطاء وهي خالية من النقاط فالعين والحاء أيضا بلا نقاط الغين والخاء فيهما نقاط وتخرجان من أدنى الحلق وكلمة أدنى فيها نقطة إذن الربط ما أعظمها من طريقة وما أجملها من أسلوب أن يربط الطالب بين المعلومة وبين الطريقة التي يريد أن يحفظ بها أستاذة المشاهدون الكرام يجب علينا ونحن على أبواب الامتحانات النهائية أن نحذر أبناءنا من الحفظ الأصم فإذا حفظ الطالب عن ظهر قلب فسرعان ما ينساه والحفظ الأصم طريق للتشتت وللضياع وللمتاهة فحذار حذار أن يحفظ أبناءنا عن ظهر قلب بكلمات من من عن عن فهذا معناه سرعة النسيان ومعناه الارتباك في قاعة الامتحان فأية كلمة ينساه الطالب في الامتحان إذا كان حافظا حفظا بطريق الأصم فهذا سرعان ما ينسى والطريقة الصحيحة أن يفهم الطالب ويعي ما يدرس ويدرس بالمعنى هذا هو التعليم الحديث الذي يقوم على الفهم ثم الفهم وبعد ذلك تخزين المعلومات وهذا يدعو إلى تسهيل المقرر ويدعو إلى سرعة الاستذكار إذا كان فاهما أما لن يصمد الحفظ في العقل إلا إذا طبق الطالب أيضا التطبيقات العملية مهمة للغاية عليه أن يطبق أن يقوم بحل التدريبات أن يقوم بحل الأسئلة أن يطلع على أسئلة سنوات سابقة ويجيب عن بعض التدريبات وعليه أن يستعين بوسائل تعليمية سمعية وبصرية فمثلا بإمكانه أن يفيد من الكرس المدمج السي دي وبإمكانه أن يستفيد من جهاز العرض وأن يستفيد من الشفافيات ومن اللوحات فإذا كان مستخدما لهذه الوسائل فمعنى ذلك هذا يكون أكثر رسوخا في ذهن الطالب وأدعى للعمق والدراسة الصحيحة العميقة وأخيرا وليس آخرا نقدم مجموعة من النصائح لطلبة المدارس لعلها تساعدهم في التفوق والتميز والنجاح في الامتحانات النهائية من أهم هذه النصائح أن يتعود الطالب على القراءة الصامتة ولا بأس أيضا أن يرفع صوته أحيانا إذا شعر بالملل أو الكسل لكن القراءة الصامتة مع التركيز الدقيق يساعد تماما في حفظ المادة وفهمها ودراستها دراسة واعية أيضا عند الشعور بالتعب ينبغي ترك المراجعة وممارسة نشاط محبب للطالب فالطالب مطالب بأن يمارس أنشطة رياضية أو أنشطة ذهنية أو حركات معينة أو أن يتابع برنامجا ترفيهيا أو يتابع لعبة يحبها ويفضلها ليريح ذهنه وعقله وجسده ثم يواصل الكراءة أما الكراءة المتتالية دون استراحة فهذا معناه الإعياء والتعب وتضييع الجهد سدها لا صمح الله أيضا تجنب مراجعة مادتين متشابهتين في نفس اليوم فمن الأهمية بمكان أن يحرص على المراجعة وأن يحرص على عدم مراجعة مادتين متشابهتين دائما لأن تشابه المواد يؤدي كثيرا جدا إلى الخلط فمثلا مادة اللغة العربية والتربية الإسلامية للصف التاسع تتحدثان عن مخارج الحروف وعن صفاتها فمعنى ذلك هذه المخارج والصفات فيما تشابه فالأولى أن يراجع هاتين المادتين على فترات متباعدة خوفا من تداخل المعلومات وعدم ضبطها ضبطا سليما دقيقا أيضا ينبغي أن تكون مراجعة الدروس على فترات متقاربة أما أن يترك مادة لفترة طويلة فهذا معناه سرعة الضياع والنسيان أيضا لا بد من اختيار المكان والزمان الملائمين للمذاكرة والدراسة ولا بد من الحرص على تنظيم المادة وعدم الانقطاع عنها بعض طلابنا يقعون بأخطاء في هذا الزمان بأن يدرسوا فقط على الاختبار اليومي ويتركون ست مواد أخرى والاختبار اليومي ربما يكون في خمس صفحات وهذا خطأ جسيم وكبير فالأولى بالطالب أن يبدأ بدراسة الاختبار اليومي فهذا خير وبركة وهذا لا يعني أن ينسى الطالب البقية المواد لا يجوز بحال وعليه أن يستخدم أسلوب التكرار في التحصيل والإعادة والتمرين للمساعدة في ترسيخ المعلومات فطلابنا وطالباتنا في هذا الزمان وهم على أبواب الامتحانات النهائية مطالبون بمزيد من الجهد والعطاء والحرص على الأوقات السليمة وعمل جدول دقيق للدراسة وأن لا يخجلوا أن يسألوا معلميهم ومعلماتهم عن مفاهيم غامضة وأن يبادروا إلى السؤال والاستفسار وأن يستفيدوا أيضا من المصادر والمراجع والشبكة العنكبوتية لدراسة أي مفهوم غامض فهذا وقت العمل والجد والاجتهاد والإيجابية ولا مجالة لتكديس المواد أو التأجيل أو التسويف والنجاح والتفوق مطلوب بالهدوء والأخلاق السليمة القويمة فعمل الإشكالات في أثناء الإياب من المدارس والرجوع إلى البيت بالمشاكل التي تظهر بالاحتكاكات الجسدية والاستفزازات للمرة وتشويش طرق السير والعبث بممتلكات الآخرين والقاء الكمامة على الأرض وما إلى ذلك من تصرفات هذا غير مقبول وكثير من مديري المدارس اشتكوا من هذه التصرفات وقالوا لا قدرة لنا أن نتابع الطلاب خارج المدرسة وهذا معناه أن تتابع الدوريات الشرطية مشكورة هذه المدارس وبالذات في غرب المدينة حينما يخرج طلاب المدارس وهي مجموعة مدارس بأساسية عليا والثانوية حلم حنون الفاضلية إحسان سمارة الصناعة أجنادين هذه المدارس بحاجة إلى ضبط وإلى تنظيم في الخروج وبعد عن الاحتكاك وبخاصة أن عدد طلابها كبير فوجود الدوريات الشرطية يخفف كثيرا من المشكلات ومن الاحتقان فما أحرى جهاز الشرطة المحترم في بلدنا أن يكون على الموعد وفي أثناء خروج الطلاب كما ينظم السير في الصباح الباكر وتكون الأمور في أجمل صورة ولا بد لنا أن نصرخ وننصح العاملين في الحقل التربوي أن يعملوا بروح الفريق الواحد للتخفيف أيضا من هذه المشكلات وفي الختام نقول لأبنائنا وبناتنا الطلاب الجد طريق المجد وليس هناك وقت للخور والكسل في حياة الطالب في هذه الفترة فالاجتهاد لاجتهاد والمبادرة المبادرة وصدق القائل حين قال فأدم للعلم مذاكرة فدوام العلم مذاكرة كل الشكر والتقدير لمشاهدين الأعزاء على متابعتهم والشكر موصول أيضا لأسرة تلفزيون السلام على جهودها الحثيثة في متابعة المسيرة التعليمية بارك الله فيكم لقاؤنا القادم إن شاء الله يوم الثلاثاء القادم الساعة السادسة مساء فحتى ذلك الحين نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة